ينضم إلينا من فيرجينيا عمر محمد مرئيس الغد عمر كيف صارت جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ لتعيين وزير للأمن الداخلي أهلا نحمد بدءا 53 صوت مقابل 47 صوتوا لأليخاندرو مايوركس في هذه الجلسة طبعا زعيم الجمهوريين الآن العقلية الجمهورية ميتش مكونل صوت بالضد من مايوركس مايوركس بذلك سيصبح الآن هو أول وزير للأمن الداخلي من أصول لاتينية من أبوين مهاجرين من كوبا هذا الوزير خبر الوزارة جيدا أنه كان مساعدا لوزير الأمن الداخلي لثلاث سنوات مضت بهذا التعيين يصبح ستة من أصل 23 من المرشحين لكبينة بايدن الحكومية صدق عليهم بالتعيين منهم أفريل هينز وهي وزيرة الاستخبارات الوطنية جانت يولين وأيضا بالتأكيد وزير الدفاع لويد آستن وبلينكين وزير الخارجية اليوم دعني أقول أركان هذه الحكومة طبعا بوتجاج أيضا اليوم صدق عليه أركان الحكومة أو حكومة بايدن الأساسية فيما يتعلق بالأمن الوطني صدق عليها ولم يبقى سوى التحرك باتجاه فيروس كورونا والتحرك باتجاه ملف مهم وهو حزمة التحفيز التي تقارب من تريليون دولار وهي محط خلاف ما بين الجمهوريين والديمقراطيين الجمهوريين الذين يصيرون على لا تزيد عن 600 مليار دولار وهو ما يرفضه بايدن رفضا قاطعا لكن دعني أقول أن الجمهوريين لربما لم يعد بإمكانهم حتى التلويح يعني بعدم تمرير هذا الوزير أو ذاك خاصة مع وجود دعني أقول جمهوريين متقاربين مع الرأي الديمقراطي ليس فقط على صعيد تمرير هذه الحكومة أو الكابينة الحكومية لكن حتى على صعيد معارضة التيار المتشدد أو اليميني في الحزب الجمهوري نحن بتنا اليوم أمام ملفات شائكة ومهمة في مقدمة هذه الملفات ملف الهجرة الذي يدفع بايدن باتجاه تجنيس قرابة 9 أو منح الجنسية لقرابة 9 ملايين من المهاجرين سيلعب مايوركس بعد هذا التعيين دورا مهما كون وزارته مطلعة من شأنها والطوارئ وأيضا الحدود شكرا عمر محمد مرايس الغد كنت معنا من فرجينيا ترجمة نانسي قنقر